مرحبا بكم من جديد في الساعة الثانية من تونس الأخرى ستة واثناش ندقيقة إذا فلتكم الأخبار وإلا EFM Sport أقابكم الشيء على الشين يوتوب EFM TV ولا على الفاش فيسبوك راديو EFM كما قلنا توا ستة واثناش ندقيقة وش نحكي معاكم شوية بيأتوا مروحين من الخدمة يمكن تعبين شوية ولا يمكن فهم مجمع الأخرين اللي قيلوا ديجاء خرجوا بدلوا بروغرام تعالع شوية حب نحكي لكم على حاجة في مقر ما قلنا في البرنام جذية نحبوا نبني ونحبوا نحلم نحبوا نرى بلادنا أترمان أمانا روبريق اسمها تونس تحلم في تونس تحلم اليوم نحب نقول لكم اللي بداية من الموسم الجامعي القادم ركزوا مليح بداية من الموسم الجامعي القادم باش يصير ولا باش يتم يعادة توزيع جغرافي للجامعات والكليات والمدارس العليا في تونس شنو معنى؟ تونس العاصمة والمدن الكبرى فيهم تركيز كبير للجامعات كونسنتراسيون كبيرة ما عندها حتى معنى الإدارات موجودة في العاصمة الشركة الكبرى لسياج الكبير لكلهم في تونس اليوم فما ما يفوق الأربعة ملايين تقريبا مواطن أي ما بين 35 و 40% مننا احنا كشعب يعيش في في بارتي ما تتجاوزش عشر المساحة من البلاد ما نفعل هذا؟ المشاكل المبوطياج اللي عايشينها كل يوم واللي انتم تسمعوا فيها وعايشينها جوز تومة والمشاكل العمومي والنقل العمومي والسترس لا يقف في الصباح والمروح تسمعوا فيها مليح وتعرفها بالجداء بالجداء الحكاية تقوم الصباح لا يوجد حتى وقت لتعمل قهوة تخرج قبل ساعة و أكثر من الخدمة لتصل في الوقت والساعة هذه طبعاً ليس محسوبة في الشهرية تصل الخدمة على عصابك تعدى نهارا من نرفز و لا تنجمش تنتج كيمة يلزم وهذاك عليش العجلة الاقتصادية متاعنا مش مش يمليح في المروح كيف تخرج من موخك في جورة السيركولاسيون كيما توقعين تسمعوا فيها اتراوح من نرفز للدار انتي اتفرغوشك في المدام وقالها هي تقول لك تعب بش نرقد يقول القائل شنو مداخل الشي هذي ولا حكي ديث على المبوطياج وعلى الكثيفة السكنية الكبيرة في قرار إعادة التوزيع الجغرافي للجميعات والكليات التونسية هي واحدة من الترق للتخفيف المهم في الكثيفة السكنية في المدن الكبرى انا مش نحكي لكم الكالي نعرف مليح مليح في القروين في القروين ما كانت فيما برشة جامعات كنت فيما جامعة كبيرة في رقيدة جاوستر تماما في عام العوان حلو زوز زوز جامعات كليا متاع بوزار وكليا متاع اقتصاد اللي تخلق كنشاط اقتصادي حول زوز جامعات هذوما حرك البلاد كاملة وين موجودة الفاكولتين بتاع الاقتصاد تبنيت عمارات مش العمارات هذو كي يكرهم لزوز جامعات تحلل دروكستر تحلل حنوط المتاع البلاي ستيشن تحللت المكتبة تحللت المكتبة تحللت المكتبة تحللت المشاريع تحللت المشاريع تحللت اللي نعود نفرق البلايس جغرافيا متاع الجامعات لا نفهمش عليهم وليس كونسطرين في المدن الكبرى وفي تونس الكبرى خاصة كيف تحلل بارشة جامعات للمدن الداخلية في كل مدينة داخلية تحللت النشاط الاقتصادي اللي قاعد نحكي عليه لتحلل مواطن شغل جديد اثنين البو اللي في القروين اللي في القصرين اللي في غافصة ولا غيره اللي 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 يقرأ في جامعة الوريونتاسيان بسكو أكثر جامعات في تونس العاصمة وفي المدن الكبرى لتحلل ويدفع الكري على خطر الدولة التي تحطيها كان عام باركة الكري في تونس البر لتحللت مئتين وثلاثمئة دينار وقت اللي كان الفاكلتية قريبتلو كسوها في مدينة ولا في مدينة قريبة البار متاع الكريبش تولي مئة الف وستين الف وسبعين الف دونك من غير ما نعملو زيادة في الشهرية هوكا قوينة في المقدرة الشرائية متاع المواطنين الكل بخلاف كي ما قولنا ما ننساوش الحركة الاقتصادية اللي باش تصير في المدنة الداخلية اذا كان نعاودو نعملو نعملو إعادة توزيع الجغرافي للجمعات والكلية وخاصة للكليات الخاصة فهم جميعات نجم تقولولي مدينة معالم كبيرة يسر ما نجم لنبدل مثلا ياشوسي كارتاج ولا كونفوس تعمل النوب ولا بلايس هج كما نجم نجم نخذ منهم أقسام نجم نخذ منهم ديسكسيان معاينين نحطهم في مدن داخلية هكيك يقربوا عائلتهم يصرفوا أقل في الكريه عائلتهم يوفروا أكثر مقدرة شرائية ينقص الحمل على المدن الكبرى تتنحل مشاكل المطياج في المدن الكبرى وزيدة حتى على العائلات التي تسكن في المدن الكبرى ينقص الكريه لأن الكريه غالي زيدة على خطر العباد التي عندها العقالات تستغل في الزي وتكريلهم بالغالي لذلك ترى كيف يجب ينجم يكون هو القرار سهل تنفيذ يطلب إرادة سياسية كبيرة وإرادة سياسية محترمة وقرار كما يقول كسح كسح شوية أما تعم بالفايدة على الناس الكل وعلى المدن الكل كش علي أن تشديد للأكتف الإيكتف الإيكتف الكبرى عاودت وزعتها وما حتى تعمل هذه نتحدث عن مستوى جمعين بعض يحب يعمل ونحب يعمل ونحب يعمل يعمل إذا كان أنت تهز الفاكولتين للمدن الداخلية لتخلق مواطن الشغل في المدن الداخلية لا نحن نتحدث للمدن الكبرى لتجمع وإيكتف وهذا هذا هو قرار هو حلم حلمة إعادة التوزيع الجغرافي للجامعات والكليات في تونس بش تعم الفايدة على البلاد الكل هكا أنا اليوم خممت وخمنت وإن شاء الله الفكرة متاعي تكون عجبتكم وإن شاء الله الفكرة متاعي خاصة توصل للمسؤولين هذا يبدو لأحنا كشعب شنو نريد تونس تحلم بإعادة التوزيع الجغرافي للجامعات بش تعم الفايدة على نسك نحب نعود نقولها ونعودها بش توصل الفكرة بوتيت رأى واحد من المسؤولين يسمعنا قلت يا فكرة مايش خايب تونس تونس الأخرى توا الستة وعشرين دقيقة ماذا أنا معاكم حتى للسبعة متاع العشية في تونس الأخرى كانت تابعتونا البرح رأيكم تعرفوا أنه عنا فقرة اسم المستشرة جي بحدنا الأستاذ خولة تعطينا في كل مرة نساح ديزاسيوس حاجات لازلنا نعرفهم على القانون متاعنا في وضعيات مختلفة اليوم خولة اختارت تحكينا وتقول لنا كيفاش نحمي ورواحنا وعقاراتنا في عمليات البيعة والشراء تونس الأخرى خاولة شنا حويل سفالة حمد كيفاش تحمي روحك وعقارك في البيوع وفي الشراء أول حاجة المواتن اللي يحب يمشي يشري عقار أرض ولا دار مش نحكي وعلى الأرف بيانسور يمشي يشوف يشوف اللوكاليزازيون متاحة يشوف شنو موجود فوقها ينجم يكون متعدي ضو وما ينجم مبعد يبني وإلا تحتها شنو موجود إسكل الأرض يعني صالحة للبناء يشوف وحده ألا عن طريق اكسبير يعني بيانسور ينجم يشوف وحده كان هو عنده الخبرة الكافية وإلا ينجم يهز معها إكسبير بي بالنسبة للعقد عنده تحرير العقد يعني لازم يمشي الأهل الاختصاص بتبيعة اللي حطم المشارعة التونسي اللي هو ما عندها عدل إشهاد وإلا محامي يحرر للعقد وفقا لشروط المطلوبة يكون فيها الأهلية والرذاء والسبب والمحل لازم العقد يتحرر معناتها يكون مستجيب يعني لشروط اللازمة بتبيعة يثبت هل أنه العقار على الشياع وإلا خاطر من بعض إذا كان على الشياع بشتراسيل ويخرجوا يخرجوا معناتها من حالة الشيوع هذيك في صورة ما معناتها فما شياع يقوم بالتحيين على الشياع يعني يكون مثلا العقار على ملك إكس وإيجراج وكذيما يعني يعني على الشياع كل واحد عنده بارتي لكن مش خارجة معناتها فمش ظاهر البرتي معناتها يبيعوا مع بعضهم ملك جماعي ولا لازم يبيعوا المنابيت متاحهم مع بعضهم داكور دوي أي في الحالة هذي ما يشري ما يعني كيبدا الشياع نجم يشري نجم يخرجوا من حالة الشيوع يعني يقوم بالتحيين ويطبع معناتها واحد منهم معناتها يقوم هو بالبيع يقبل على البيقي بيه بتبيعة إذا كان البيعين ورثها لازم حجة وفاة تكون واضحة وفيها الورثة الكل بيش مبعن ما يطلعش وريف ما قامش بالبيع وبعد يعترض ولا تولي المشاكل بيه بتبيعة لازم الشيري يطلع على الرسم العقاري هل أنه يعني موضوع نزاع وإلى لي هل أنه عليها رهنية وإلى لي عليها قيود احتياطية وإلى لي بيش معناتها يقرر هل أنه يشري ولا لي ولهن الحقيقة ننصح إذا كان فما العقار يكون موضوع نزاع ما ما ننصح إنه يشري في الحال هذي وأكيد لازم يكون العقار باللي مش ناس لك عالش الإدارة تنسية لا يوجد موضوع التحكم أو ترقب أو ترقب بمعنى أنه تريد أن تريد التحكم التحكم وإلى يقول لك أنه لي وارث لماذا تخليف الإدارة تنسية التحكم التحكم وإلى وارث تنسي تسأل يقول لك أنه يجب تثبت يجب أنه تريق محامي يثبت لك وأكيد يجب أن تشري عقار تثبت هل أنه عقار مسجل أو غير مسجل خاطر مش كيمة العقارات المسجلة مش كيمة العقارات غير مسجلة نجم تشري عقار مسجل ترسيلك من بعد لازم ترسم في إدارة الملكية العقارية أو كي تشري عقار غير مسجل يكفي تسجيله في القباضة المالية وكهو معنى لا تقعرش التعب بروحك يولي العقار ملكك لكن كي تكون العقار مرسم في دفدر خانة يجب أن تشري تعمل الترسيم في دفدر خانة على خاطر ينجم البايع الذي يبيع لك ينجم يبيع الشخص آخر وانتي لا يوجد بلاك ويمش الشخص آخر يقوم بالترسيم في إدارة الملكية العقارية قبل أنتي يتملك بالعقار وانتي تلقى روحك في مشكلة هذه فكرة مسلسل سيمن فهري يشتغل هذه كيما كلي بيعت ريفيل مارتين ينجم يبيع مارتين ينجم يبيع انتي لازم ترسم معنا لازم ترسم وتسجل في القباظة ومبعد لكي جمعي للقباظة بالوقت معنا ليش في القباظة روكي ونحكيو على ترسيم مش في القباظة النبي والتسجيل في القباظة والترسيم في دفدرض خانة عليش لي차 هناك ل cops روكي مملكي في دفدرخانة نقوم نسجأ في القباظة وليملكي وano عقار نجل للقباظة يص نحن و Entertainment أنا مواطن نفهمش في القانون نحب نسأل جسد ما فهمت دافتر خانة نجموا يغلطوا ويساجلوا نفس العقار مارتينة؟ معنا يهم معنا يراقبوا العقار اللي جاي أنتي كمواطنة تساجلوا طعم ليش ما شاكت معجمية دافتر خانة أصدقاء لا لا مشاكيكا ما فهمتنيش معنا يتحب تساجلوا تساجلوا ولا يرجعوا للأرشيف متاحهم شوفوا يسكو ديجا العقار اللي يساجلوا كل كل العقار عنده معناتها الرفرانسما أكيد عنده الرسم العقاري متاع ويشوفوها لأنه مسجل ولا لا ومعنطا ما جيش يرسموا عقار مرتينة لازم الأسبق معناتها اللي قام بالترسيم اللول هو اللي يتملك بالعقار فهمتني سنو اللي ما معناتها فما عبيد يقدوا يشريوا بالكنتراتويت هذا يبيع لهذا هذا يبيع لهذا وما يرسموش دونكم بعد الشيري الأخراني بش يقعد يرجع لك البيع اللولاني اللي هو باسمه معناتها اللي هو مرسم آخر واحد في إدارة الملكية العقارية ويقوم بعض بالتحيين من واحد الواحد بش نوصلوا معناتها النجم ونحن الرسموا في الآخر عليش قلت لك لازم المواطن معناتها يكون ذكي ويركز في الحاجة هذية يشوف العقار متاع ووضعيته القانونية شنوها لأنه محاين مجمد محاين موش محاين فهمت لازم يتبعوا فهمت مبقي نوصلوا فقط هذي هو هذي هو معلومتنا اليوم بالنسبة لفقرة المستشارة نحاولوا نلخصوا نلخصوا قلنا لازم نشوفوا الأرض ولا العقار نطلعوا عليه معناتها نهزوا خبير ونشوفوه وإلا كان عنا الخبرة الكافية نشوفوا وحدنا لازمنا نحروا عند مأمور عمومي قاضي وإلا عدل إشهاد لازمنا نثبته في العقار متاعنا هل أنه عليه معنتها توظيفات هل أنه عليه رهون ولا امتيازات عقارية ولا غيره نثبته من ناحية هذية نثبته هل أنه عقار مسجل أم غير مسجل نحروا العقود معنتها تكون مستجاب تستجيب معنتها لشروط العقد الكل فقط ووضح كان عندكم تساولتما في الأمور القانونية أشكاليات قانونية حاجات تغيب عليكم حاجات ربما وقعت في أشكاليات قانونية معناها مش بالعاني ولبررغم من أنفسكم ولا تحايلوا عليكم كلمونا مش كلمونا أبعطونا المساجات المساج متاعكم على الباج فيسبوك راديو ايا فيم وإن شاء الله المستشارة في الأيام جيد جاوبنا على تساولت هذية الكل فمبرش لأنني رأيت المساجات على الباج في علاقة بالبيع عشرية مع الليزينج كنت أقول لكي أنا مثلا تاكسي أسمع فيها تاوي يقول لكي أنا خلصت دراقق داش من إشيانس وبعدها حلت في شهرين ثلاثة أسكو يفوكولي ما يفوكوليش كين فاكوكو كيفيش نسترجع حالية هذيك الكل حاولوا نجيبو فيها في الأيامات القادمة ستة وثمانية وعشرين دقيقة بشنا نترتيحة مع الموزيكا مواصلين حتى للسبعة مرسيبوكو أستاذا خاولة أحنا مواصلين حتى للسبعة متاع العشاية في تونس الأخرى بعد شوية بش نحكيه كورة بش نحكيه على المركات الصيفية أهم الأخبار اللي صارت في الأبع وشرين ساعة الأخرى وكيما قلنا الدوسية متاع البيجي في تونس الأخرى ستة وثلين وثلين دقيقة مرحبا بكم من جديد في تونس الأخرى كنت تسمعه في المسلشارة الأستاذة أخاولة تحكينا على المشاكل المتاع بيوع وشريو والاشكالية القانونية التي نجمو يسير فيهم كيفيش نحميو روحنا جوش تماما كينا نبدأ باش نشريو عقار إن شاء الله ربي يرزق الجميع باش نوصلوا نشريو عقار ونسجلوه في دفتر خانة وبعد ندفع عليه الأدائية وزبلة والخرب والقباضة والشيئة هنعرفنا كيفيش نحميو روحنا تاهم علينا كي ننمو الفلوس باش نشريو العقار فنعملوا ترتيحة في تونس الأخرى مع الكورة توتسويت المركاتو في المركاتو نحكيه على أهم الانتقالات الصيفية في السوق الأوروبي تعرفوا أهم الانتقالات في المرشي لوكال في البطولة الوطنية كل يوم في البرنامج الرياضي اللي لقي النجاح كبير على ايافين من ماضي ساعتين الاربع من مختلف الزملاء من فريق الرياضة اللي تنجموا كيف كيف تعودوا تلقاوه الميشان مطيحهم علشان يوتيوب راديو ايافين ولا على الباش فيسبوك ايافين نبدأ والمركاتو مطيحنا احنا بالجراند ريال مادريد ريال مادريد اللي تلوج على نميرو دول كريم بنزيما كريم عمره خمسة وثلاثين السنة ما زل عنده في سقي الراجل انتوكا كل ما نقوله روكبر قعد يكذب فينا ويظهر قاعد يوالي احسن كل ما يكبر اما كوميم بدل عمر البيز شوية دانك ريال قاد تلوج على رنبلسان الكريم بنزيما مش رنبلسان باش ياخو بلاستو ما هو رنبلسان باش تنجم ترتح في بعض المقابلات لماذا التفصيل هذا مهم على خاطر من بين الاسماء المطروحة هو تيمو فيرنر المهاجم الالماني اللي يلعب في تشيلسي وانتقى العام العميل تالي لتشيلسي وانتوكا كل ما كانت ناجحة برشا مع البلوس وانتوكا بصفقة مهمة من البيزيك يحب يرجع البيزيك وخير الوفر من البيزيك على الوفر من ريال مدريد خاطر طوو سمبل ما انتوكا معه قالوا راك بشد البنك راك هنا بشتراتح بينزيما فما البعض الأخرى هما أرمانو بروخة وانسرتان راول يلعب في خيتا في جو بانس هما الاسماء المطروحة للركريتمان في الأيام القادمة ريال مدريد كما فكرنا البارحة تلتاوها جابت زوزم لعبية المدفع رودي غير ووسط الميدانة شواميني من مونكو نتعدى من ريال مدريد لستر سيتي الاكتواليتين 24 ساعة كما كنا نحكيو مانشستر سيتي مش مانشستر سيتي لستر سيتي الليكيبة متاع فاردي فما برشح دي على خروج جيمس ماديسان النيوكاسل في الأيام القليلة القادمة باش تعاوضوا لستر سيتي اختارت ولا وقع الاختيار على متوسط الميدانة الولمبيك اليوني حسيم عواري نقولها بالعربي اسمه بالفرنسي حسيم عوار اسمه بالعربي حسيم عوار نجم ينتقل في الأيام القليلة القادمة الليستر سيتي من الليستر سيتي نمشي والبرشلونة ووفيسيلا رسميا يتم تقديم المدفع الفرنسي جول كوندي قادما من فريق FCCV بصفقة قيمتها 50 مليون أورو نبقى مع فرنساوي اخر فرنساوي ينتقل في صفقة حرة الصفية هذية من منشستر يونايتد إلى فريق اليو في وإن كان لعب أقبل بول بوكبا بول بوكبا مش كما قلنا في كونترا متاع أجان فري أما المشكلة أنه أول محط ثقيف اليوفي تعرض لي إسابة خاطرة تنجم ما مشكون قال لها تنجم توني كاريرو أما فهمشكون قال لنجم يخرج منها المطروح توا بول بوكبا في موجود في ليون موجود مع اليوفي لم يتمر وليس مع اليوفي موجود في ليون بش يعمل عملية لماذا هذه الأخبار مهمة؟ سوف نعرف كونترا في فرنسا في كأس العالم بول بوكبا لديه اقتراحات اليوم يأما يعمل عملية تغيبه شهري ويرجع يلعب شوية ويكون حاضر في كأس العالم يأما يعمل عملية لا يرجع بعدها إلا في بداية 2023 المشكلة هنا أنه في الخيار اللولاني تقولوني أنتم نرمو نعمل في الخيار اللولاني ويلعب في الخيار اللولاني فم اختر من بعد على الركبة وينجم الاسابة يجيب اسابة أخرى ما أختر بول بوكبا حتى التوا ما أخذيش القرار امتاعه نمشي الزميل السابق في منشستر يونايتد واحد من أهم المسلسلات والفليم اللي قاعدة تصير في صيف 2022 بعد ما كان حاضر تقريبا في الموايس من داخل نيل كل كواحد من أهم الأسماء اللي حيروا الأمريكات والصيفي كريسيانو رونالدو لغرون كريسيانو رونالدو ومازال حتى التوا يبحث عن الخروج من منشستر يونايتد بشيال تحاقب فريق يلعب ويحافظ على الأرقام القياسية متاعه كريسيانو كان عبر على رغبته في الخروج عرض نفسه ولا مش عرض نفسه لجون متاعه وعرضه على برشة فرق كبيرة كما البي جي كان فما حديث على رجوعه لريال مادريد حديث على ذهابه لبيرن مونيخ لتعويض ليفاندوفسكي وفي الأيون الأخيرة اسم معنا أنه يمكن ينتقل الأتليتيكو مادريد ومن ثم النابولي بشيعمل يعود يحايل الأسطورة متاع دييغو مارادونا في النابولي أما السفقة يبدو أنها مش تكون صعيبة على خاطرته سمبل ما الشهرية كريسيانو غاليا ياسر هو يخلص في حدود 34 مليون أورو في العام فماشي كيف نجم تخلص بالسهل ويبدو أنه مستعد لتنزلية كبيرة في خصوص الأجرم لأكثرية لتقوم في الموسم آخر أما حتى للبارح عبر على رغبته في الخروج وعطاه الديدلاين لنهار لحد لنهار أخرى لماذا لحد أخذ البطول الأنجليزية تبدأ نهار لحد نفاو بالدوسية كما قلنا كل مرة نحاول نركز على فريق الكوبرة وما ستحدث كما اكتبت فيه في الصفحة اليوم نحن نتحدث على فريق Paris Saint-Germain PSG اليوم كون الركrutement رغم ليهو والد الإكيب أما أهم صفقة صارت في الصفحة اليوم هي بقاء Kylian Mbappé في صفقة خيالية بلغت 100 مليون أورو كمه كمه في صناتر كمه وفيدلت و الموسم جديد Kylian Mbappé يبلغ 50 مليون أورو في العام 50 مليون أورو في العام بخلاف الـ Contrat de publicité ودروع وغيره تقريبا سبقة Kylian Mbappé في PSG لمدة ثمانات أخرى تكلفت على PSG في حدود 300 مليون أورو PSG لم يكن كمه برشة أسمائية كبيرة كما في المواسم السابقة لأن الإدارة تبدل وأن المدرب تبدل وقالوا يزيم الليمات والأعوام في Kotea Rive في جهة القدوم نقاو فيتينيا المتوسط الميدان بورتو في سابقة 41.5 مليون أورو Nuno Mendes المدفع الأيسر سبورتينج في سابقة 38 مليون أورو و نوردي موكيلي من لايبزيك مدفع أيمن كيف بالشعاون أشرف حكيم للوضعية وصعبة في PSG قيمة السابقة كانت 12 مليون أورو PSG لديها مهمة كبيرة و الإدارة جديدة مهمة صعبة هي التخلص من الأسماء الذي في الأسماء المثقلة المسا وليست تعمل في حتى شيء لأنه جاءت فترة من الفترات PSG عمنا ديروك راتما به على أخوه كما نقول ونحن نتوقع نتعاني فيهم لتالعب وليست تلعب لتحب تفسخ لأنه خيالي نتوقع تقريبا 15 نملي في الحالة هذه فما خرجوا سبسيدي وخيروا أنهم يلعب كورا كما الفانس ريولا حرص المرمى لتعاد الويست في سبق قيمة 9.3 مليون ونخل ديماريا المشاك جون ليبر لفريق جوفانتس في الأيام القادمة فما انتقال منتظر زيدا البطولة الإيطالية بشلتحق بجوزي مورينيو ولايس روما ويزيد عزز لكيف الخشنا يسر اللي قاد تعم فيها روما في الصفية هذية بالتحق أسماء أخرى كيما دي بالا إن شاء الله غدوا نصلتو الذوق على روما كيما اليوم صوتنا الذوق على البي اي جي في الميركاتو ما زال معاكم هنحطي للسبعة متى عشي بشيارجع معنا أوسيم عن نظيف من نوع خاص خذيناه في التليفون ما نحكيه معه على إبنمون سبيسيال شوي نهار خمسة أوت نهار خمسة أوت ما نتفرجه في النجوم لنوي دي ستار هي فرصة كبيرة وطبيعة خال نهار خمسة أوت لنوي دي ستار ليلة النجوم في مدينة العلوم في تونس هي فرصة قتلك ثمينة جدا لرصد النجوم وصهر معاك الشهب والنهيز وكل مشهد المزيد ياسر دونك هي الليلة مهمة فرصة رومانسية بانسور فرصة عائلية للصغار للتعلم للرومانسية لكل شي معنا هر عتينيكم نهار خمسة أوت هيدا نهار خمسة أوت خلينا نحكي في التفاصيل متاع الحدث ذا معا سي عبدالله الهمامي اللي معنا بالتليفون هو استاذ التعطير في مدينة العلوم أهلا وسهلا سي عبدالله مرحبا تحياليك وتحيالك في الصناعي إليشان أهلا على بلو مرحبا بيك سي عبدالله مرحبا سيدي دونك باختصار الساعة والسؤال اللي تبادر اللي لديهن الناس الكل الليلة النجوم كيسمع الرانديفون هرسنك أوت شنو باش نشوفوا في الليلة هذي شنو نشوفوا من أحيط رفض من أحيط من أحيط رفض فمع القمر اللي بشكون في طور التربع الأول بالتالي أحلى فترة للمشاهدة نجمو نراوي الكراتير لكلهم بصورة وعلى بجداد وفمزوز أحيط من كواكت المجموعة عشان سيئة كوكب المشتري بالأقمار متاعه وكوكب زحل هذي اللي نجمو نشاهدوه من نحيط الرفض في اللي كنظوم انشاء الله باش خنفصلوا أكثر معنا باش نستعملوا دي تيليسكوب باش نشوفوا حاجة في دي زيكران كيفاش بستثير العملية باش نشير عن دي تيليسكوب عن الترفض اللي نستعملوهم في مدينة علوم مهم معهم تكون فيما اكبر شوية تصويرها باش نشاهدوه في ديزكوب أحلى برشا وهذه اللي أكبر حاجة اللي خلت فمجمهور وفي يقعد بينا يشتنوا يتبع السهرات الفنسية فيما فيهم ليلة تنوير احنا سمعنا بالدورات السابقة الفين وحد وعشرين الفين وعشرين مثلا فيما اقبال كبير مثلا كل عام على الحدث الحقيقة ليلة النزوم من أهم الأحداث والثانوية التي تنظمها مدينة العلو الدورة هذية هي الدورة التسعة عشر وقلت لديها سمعة برشا في تونس وحتى خارج تونس ولا فم اقبال جماهير كبير فم فترة صغيرة في الجايحة نقطة شوية من بعد رجاء فم في كبير فم اقبال جماهير منتاز منتاز على المستوى تنظيمة خارقة العالم يعني لا تفهم كل الأطنة الكبيرة أو تنشي تقول القائل تليسكوب منتاز تليسكوب منتاز لكي نصل للترمت اكستر لكم تفهم الخبر الكافي التي تتعلم مدينة العلوم في التنظيم وفي التأثير تفهم عدد كبير من التليسكوبات وتفهم مختصين يقفين على التليسكوبات يعاون الجمهور يفسرون ما وشنوى اللي نازم يراه وشنوى المساسة وشنوى الحاجة هذية أساد تأثيره علمي مخلشين بشي أمن ونشاط هذية يسهروا على حسن سايب دولة بيتها هذا هو اللي كان سؤالي يفسروا العبيد شنو قاعدين يشوفو بالضبط منعرش لشكون موجه للعائلات للي احنا قلنا بكري فرصة للنس كل تقريبا معناه سمحني جيت نعطيك فاكرة سعيرة أكثر حتى البرنامج نستفرج فقط على الراتب التليسكوتيك مهم دونك نجد حدث غير كيفنا هذية سيورمون بشيكون مع عداد برنامج سري ومتنوع بالإضافة للراتب التليسكوتيك اللي هو معناه أهم عنصر إلا من أهم العناصر اللي يتفق بالجمهور فما مطيقة فما فن فما مستبعات فما حتى من المصلح موجود دونك حبينها تكون شكرة متنوعة بش الجمهور مهما يكون فيه شرعات عمورية مختلفة من الكبار من السعيرات من كلام ذلك كل شريحة عمورية طلقة الحاجة اللي تعجبها وتكون شهرية متنوعة ما تكون شفين مطلح إن شاء الله البرنامج كيف ما قلت فيه الراتب التليسكوتيك للقمر والكوكبية المشتري زحل فيه مسابقات علمية فيها جوائد مالية بزيدة بتبيعي ثم محاضات وشي خدموها صلة من تفاقات علمية من تونس ومن الخارج ومن فرنسا من أمريكا فما فما دفين ذويسي تحريز وفيه قدمو حقات في مدينة علوم عنا المطلح دي بشي كل موجود فما مسلحية النجم وقوله كيف سي على تخصير موقع الأسر في مدينة علوم جنان أبي فار وفما مجسمات ومعبئات علمية تفاعلية النجم دي المور يفهم كثير بعض التظاهرات على الأحداث الفلكية محلوظة نعم نعم هذا مدينة علوم لأولياء يجبون صغارهم يعملون وصغارهم يشيخون بالنجوم ومشيخون بالموسيكا ومسرح ومسابقات هذه كل الموسيكة خارقة العادة وطوكا يعطيكم صحة على التظاهرات وكثرون منها ربي عندي سؤال لماذا الاختيار على الداة من 5 أوت هل هو اختيار حقيقة حقيقة لأن تنظيم هي حدث عالم يترس برش دول في العالم تنظم فيه تحترف ديكالاج صغير نهارين ثلاثة في أوت الحدث يكون في فترة شهر أوت خطر عدد كبير من البرش الشيات البرس يكون سما امكانية كبيرة يوصل تقريبا عدد من نجم مشاهد حتى 60 شهاد بمعادل 60 في الساعة الريحدة تكون فترة هامة و تم اختيار من بعض حسب التور لكل مهوط و و برك الله و برك الله و فيك عبد الله نهار خمسة أوت أبرتير دو أوت انتلاقا السبعة مساء انتلاقا في الموعد انتلاقا السبعة مساء كونوا في الموعد و مرحبا بكم تخضيوا ان شاء الله فهر الممتز برك اختيار بروغرامات اقول لنا وسامة قول لينا ونقول للمستمعين ومنخبئ ربعات نسمعوا الناس الناس الكل بعد شوية فما فيكم مش يقول يا الله يرحم والديك يرحم والدينا عبد السلام اللي فيجي قادم الفقرة الفقرة اسمها فيلوس فيلوس كينتتفكروا الراجل اللي يدعي فيماك يقولوا يا ربي فيلوس فيلوس فلوس فيلوس قلوا هكا فيلوس فيلوس جاه واحد قالوا الرحمة قالوا الرحمة أعمى فيلوس فيلوس الفقرة اسمها فيلوس فيلوس بعد شوية عبد السلام يقولنا احنا كجن جنرال ما ديبلومي او 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 كين ديبلومي كين ديبلومي زوس زوس احنا كشباب كيفش نجم نتوجه للبتاس ذي اللي نسمعو بها برش بتاس امشي لبتاس اعمل مشروع امشي لبتاس خوذ قرد شنية الحكاية كيفش سير لحكاية قداش نجم ناخو قرض تفاصيل هدي الكل فيه فلوس فلوس شوية اخر مع عبد السلام احنا مازلنا معاكم في تونس لخرى حتى لسبعة متى تونس لخرى تونس لقرة هو البرنامج كيما قلنا لكم وكيما عن نهارين نقول لكم البرنامج اللي يحب يقترح حلول في زمن المشاكل تونس لقرة هو البرنامج اللي يحب ينجز نلوج على كل ما هو فرص نجم نخرج منها احنا كشعب كشباب ككبار كصغار كنساء كرجال اللي هو من الوضعية اللي كريتيك شوية اللي عايشين فيها احنا على مستوى فردي ولا على مستوى وطني وجماعي كمجتمع من الفرص هذي اللي احنا كشباب يقولوا هنا نعرفوها الحكاية موجودة اما تلمون يكبروا هنا في مخاقنا ويعقدوا هنا في مخاقنا اللي شوية قلة قليلة منها اللي ندقوا الباب نمشي وندقوا الباب ونطالبوا به مش الحق اما الفرصة هذي اللي اتوفر هنا البت هذي على شنو بش يحاول يجاوب توتسويت عبد السلام هايك حتى زينا بيش نقول فرحان فلوس مرحبا بيك عبد السلام مرحبا 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 اليوم نحن نحكي وعلى انسوجي تخيز امبورتان يتخيز يمس شريحة كبرى من المجتمع تونسي والله هي شريحة الاكثر كما بالارقام والمقاييس والمعادلات انو تونس هي مجتمع فاتي مجتمع جون لذلك اخترنا انو نحكي وعلى الانترابرنرية في المطلق والانترابرنرية سوشال في علاقة مباشرة بالبنكة تونسي بتادم نعم بيتيس بيتيس اليوم كل المؤشرات توحي الى رقم واحد انو الوظيفة العمومية مسكرة انو تجميدك تتوجور لمدة سنوات الاسكسپير دولي كلمر يخرجون في البلاتوات ويقولون على ارقام مفزعة في علاقة بالشغل وفي علاقة لذلك المجتمعات الذكية والمجتمعات التي تحصن نفسها من الداخل وتحصن نفسها معرفيا واقتصاديا تجد حلول في ريادة الأعمال اللي هي لنتخبخنا بشكل برقي وبشكل سريع ما هو محمل علي نحن اليوم انو توضيح المواضيع للناس وتقريبها اكثر فا اكثر وحنا كسحفيين وكاعلاميين اليوم ندخل في سلب الموضوع مباشرة نعم جاي سأبدأ كنت أسمح لي بسلوغان شوكا 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 الذي أخترت أن يكون أصدوم تبني تونس جديدة كيف أصدوم تبني تونس جديدة تبني تونس الأخرى نعم شوكا اليوم تحطينا في سلوغان أنت أصدوم يا كالجي مفر بسلوغان تونس 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 التي تؤثث بجملة من الشباب التي تكون رائد أعمال ويوجد أن يكون الزوغان تكون تحطينا المجتمعات نحو المجتمع الرفع ومجتمع القمة ويوجد أنه نحن كتونسيون في المطلق البتس البتس البنك تونس التدر هو بنك وطني ينتمي إلى المجموع العام تونسي يعني مرجعت 100% أو ملكيت 100% للدولة تونسي دور الرئيسي والأساسي هو تقديم قروث معنى ها الوغول المجر متاعو سي ددي دجان بخموتور وي بخموترس دكري لغ بحج بح عبر اليات تعد ايسي هننت القوائي سوف ندخل للرسم بانا جون نسمع كتوه كنت عندي شهد جامعية وانا ما عندي ايسي دقي دقي البتس حاجت بفلوس لننصي مشروع حتى كما قلت انت لم تكن المصمار في حيث في تونس ماذا نعمل كيف نعمل وين ندق دجان اول حاجة سعال لازم واحد يتكتر وهو ماذا معناها فما الانتجاه مباشرة نحو البنك يكون حاضر لديه بانك لذلك لا يوجد سبيل لن نتحدث نعم مشروع حاضر ماذا ثاني هو الانتجاه نعم كما اذكرنا لأننا لدينا خدمة لذلك سأنتجاه مباشرة نحو رئيس اول اتصال نعمل كشاب ديبلومي وبيا منيش ديبلومي لذلك نتجاه مباشرة نقيد في فرماتي تابع ال BTS اسمت فرماتي سي فا كيفيش فرماتي فرماتي سي ويوجد سي فا سي فا ديبلومي سي فا ديبلومي فرماتي سي فا تقعد 20 يوم الواجتف منها ستجربة ومتابعة ومتابعة معك يعلم كيفية تقادم سي تقادم سي تقادم وغربي من فرماتي هذه بانك بنكب بان بانكب المهم جدا أن الدولة التونسية ونثمن هذا بالضرورة كونه العشرين يوم هذو أي إنسان يعني هذي كي يدغسى تولمان وليس كي تأخذ السيليكسي عن هذه الفرميات تأخذ فلوس هذا يعني تعمل فرميات؟ عشرين يوم عشرين يوم تأخذ فلوس لذلك البيتياس أعطيك 300 دينار كمعلم وشاركة في الفرميات حاجة جميلة جميلة فرميات كل عشرين يوم هذين موجودين؟ هذا يبقى من مكتب التجريل معناه يبقى من قدش النامبر انسكري يعني إذا يصلوا النامبر انسكري مثل 50 أشخاص يستطيع فرميات يعني خمسين تسمع فينا في قهوة ينجموا يتجوا غدوة مباشرة يمشوا ويعمل فرميات عشرين يوم يوم يأخذ 300 دينار كل واحد وفلوس يأخذ بزنس بلان المشروع متاح بالرسمي بالرسمي نعم من أخذ ذلك هناك مشكلة وعطب آخر على مستوى البنك ومستوى الدولة يسرون نعم لا يقولوا الناس لن تفعل 200 ألف لذلك لذلك نعم نتمنى حقيقتا ذلك أن الناس اليوم تنخرط في ما يسمى بالمشترك الاقتصادي المواطني لبناء تونس الأخرى تونس الأخرى لنحلموا بها بعد ما أخذيت أن الفنجو غضو مدو فورماسيون وخرجت بنز بلان بون كابل نتجاه مباشرة نحو البنك البنك طبعا كما ذكرنا هو مساهم بدرجة كبيرة في الفورماسيون التي تعملت البنك هنالشان يصير يصير فرز على مستوى المشاريع ثم تشبه للتواتف رئيسون حقا ويظائل من أنه يمكنه لديهم تحكي من تحكي من جديد وليس مستوى لديهم تحكي من شراء تحكي من تحديد هناك أمور علمية للتقييم أو أمور أكتف أو أمور أكتف؟ في المطلقة الحيلة في ترك الحيل حيث تحاولوا على رب إذا كان مقنع أو إذا كان يضرب على روحه لك مع القوانين الجديدة التي تغيرت وهذا ما نشيد بها في تونس اليوم لأن بعد 2018 كانت مستوى القوانين وهذا ما نشيد بها في تونس وهذا ما نشيد بها في تونس في الأفريق وهذا ما نشيد تونس تقارن بدول كبيرة في مستوى الشركة الناشا بالنسبة للمستوى البنك المشاريع يتم دراساتها في مدى لا يفوت في أقصى 15 يوم هذا يعني؟ 15 يوم يأخذ ريبانس والفينانسما المشاريع يأخذ ريبانس في المكاك أحد أقصى للإجابة ثانيا تقارن بها تقارن بها تقارن بها مباشرة بالأمور ومع المحكمة وهناك نظر وهناك نظر وهناك نظر ثانيا تقارن بها تقارن بها إلى 150.000 دينار في قديش؟ إلى 150.000 دينار 150.000 دينار من 10.000 دينار إلى 150.000 دينار تقارن بها حسب المشروع وحسب الدراسة وحسب الدراسة التي تقارن بها هذا بشكل عام لا تقارن بها كمبتيس في تونس بفم هناك نهاية تقارن بها كيف تكون كما تونيزي يتعب في تونسي مهم جداً في العملية هذه المركز المتاعي عاد إهلماني وهو كورب لذلك هذا كله هو فرص لدينا نستغل فرص لدينا نستغل نحن نكامل هذا كل ما سوف نتحدث عنهم إن شاء الله يوجد فلوس في تونس الأخرى في الأيام المقبلة وصلنا إلى البنكة لك بعد 15 يوم أعتقد أن البنكة رفضت نجم تعود المطلب منك تعود البروسيس من الأول الجميل في القصة كونه إذا ترفض لك مشروعك فأنت تريد محاولين تعود تريد من آخر سواء في المشار exactement سواء في موضوع التشهر سواء في جميع التموز أسواء تريد بكثير من الضوء بعض التنسيق ونعود تريد المشروعك في إلى حد مدير العمل خارق العدد! خارق العدد! انظروا أن تجدنا نتيجة شعور الزهر قطعنا نتيجةون ستجدون كشباب هذا الرحال في الذكاء . عمري درا قديم وما نعرفهم عمره 30 سنة وما نعرفهمش و عمره ما وصلت حمامت باش نخمم نعرفهم فهمت فهمت الجملة معني عمري ما خمامت باش نعمل لفور ونمشي ننتعرف عليهم الحكاية بشهدك ولا مش بشهدك طبعا المونطون يتغير في حسب الشهده يتغير حسب المشروع ما يتغير حسب الشهده زادى يتغير حسب الشهد المجاز الذي عنده إجازة عنده أكبر فورس يتمتع في 150 ألف دينار كحد أقصى في المشروع والذي لا يوجد إجازة من فرميسيوني وإلا حيرة في غيره لا يتجاوز سلمونطان 100 ألف دينار 100 ألف دينار؟ معناه 100 ألف دينار فما يكون اليوم فما يكون اليوم يسمع فيه في قهوة يسمع فيه في الواش في تاكسي في تاكسي جماعة في غيره يقول لك إن النجم نمشي كميم نعمل فرميسيون نأخذ 20 يوم وهم شبر 20 يوم فرميسيون نتعلم بهم كيف نعمل تخطيط متاع مشروع ونأخذ 300 ألف دينار ونحضر دوسيوني نهزل البنكة البنكة تنجم تعطيني ما يوصل ل 100 ألف دينار لذلك خارقة العادة هذه الفرص التي نجمنا نستغلوها بعد نجمه نقوله وراءه فما حيالة فما أكتاف فما أكتاف لماذا؟ إذا كان المشروع لديك يدف على روحه بالبيه وقايمة لا ينجموش يا أخويا إذا كان المشروع لديك تعرفوا مربح وكما لم يتعطيك حقك عملهم مفضح إيجا إيجا معنا وإيجا بحدينا ونطالبو لك بحقك أما أنت أعمل خطوة معنا أوصل أعمل خطوة الأولانية والرزق إن شاء الله على ربي مرسي بوكو مرسي عبد السلام على الفقرة هذه الفقرة خارقة اللي عادة إن شاء الله تابعوا معنا كل يوم النوعية متعال الفرصة هذه الفلاح المتخرج من المدرسة متعال الفلاح الياس شنية الحكاية متعال أراضي والتنجير لديهم للدولة التعاونية وين تنشي في الشارع تلقى التعاونية شنية حكاية ما هي الحكاية متعال العباد للوكاية اللي لات التي تنجير تخرج نحن تخرج وا 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 كل ما نتعرف عليه في فلوس في تونس الأخرى تونس الأخرى وصنة الآخر موعدنا لليوم مرسي بوكو عبد السلام عجينا مرسي بوكو وساما الشعفي سعفي في الأعداد خاولي أحمدي ياسمين بنور رجائل جمني وفي يفم تيفي سوفيين وأبا وعزة الجميلة في الإخراج هل نطلقاه إن شاء الله غدوة في نفس الموعد على نفس الإذاعة راديو يفم أحلى راديو الخمسة للسبعة أمتاع العشية للكم زينة وتحية